المجلس الوطني المجلس الوطني يتعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب وهذا كانت تجد الدقة في هذه المرحلة هو أولا الظروف التي نعيشها في بلادنا ككل وهذه المناسبة كان نطلب الرحمة والمغفرة للضحايا الزنزال وكذلك نطلب الشفاء العاجل للناس التي وقع لهم الزنزال وكنتضمنوا معهم تضامن فعلي اليوم كما قلت نرجع للموضوع دينا والقضية دينا وهي الإطار اللي كنا كنا نضلو عليه تقريبين عقدين من الزمن ولكن للأسف الشديد النظام الأساسي ما كيخرج إطار فارغ إطار فقط تغيير السمية يعني ما كنش ملوش تعويضات على الإطار ما كنش تعويضات تكميدي على الإطار وما كنش تدقيق في المهام وليوم المجلس الوطني سيقولوا كلمته المناضلين ديال الجمعية غادي يقولوا الكلمة ديالهون في هذ اليومين ديال 13 و 14 أكتوبر اللي غايبقى يوم تاريخي لأن باش يتعقد المجلس الوطني في هذ الظروف رمشي سهلة كنحيي وجميع المناضلين جميع المنخرطين ديال الجمعية لأطر المتصرفين التربويين وكان هني وكذلك للإخوان اللي شملتهم ترقيا بعد نضال مستمر ولكن هناك فئة اللي تخدمات في الحق ديالها وقع لها الحيف ما غاديش ننسكتو بيانسير غنطالبوا بحقنا لأننا كنا بغينا نظام أساسي ما يخلفش ضحايا ولكن للأسف هناك ضحايا كثيرة لتخل في هذا النظام الأساسي وسمحوا لي كنا نظر على الفئة ديال المتصرفين التربويين وكنا كذلك نطالبوا بفئة يعني بالدرجة الجديدة بالنسبة للتنوي ومفتيش إداري اللي تخدع بالنسبة للمركزه ولكن للأسف الفئة الجام مفتيش إداري ومالي وحنا مازال كنقولوا أن الفئة اللي خاصة هذة الفئة خاصة مفتيش إداري اللي كيعرف المهام ديال المتصرف التربوي يعني درجة جديدة في الفئة ديال المتصرفين وحنا مستعدين الخوض جميع يعني المسائل النضالية باش يترجع الحق ديالنا ما رديش نتكتو وبينسيغ الساحة يعني كت هي سيدة هي المفصل من بينا وبين بينسيغ الوزارة نلتقي اليوم في إطار المجلس الوطني الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التنوية العمومية بالمغرب بالبرنوسي 13-14 أكتوبر 2023 بسياق تعليمي اللي معروف اللي هو الإخراج ديال النظام الأساسي اللي يموظف في وزارة التربية الوطنية هذا المرسم كيعنينا لأنه احنا نضلنا منذ زمن طويل منذ 2011 على أساس أنه الإقرار ديال تمهين ديال الإدارة التربية وبالخصوص المنصب ديال المدير اللي الآن صبح في هذا النظام الأساسي إطار مهني طبعا مشي كل شيء المتطلبة دينا يعني الملف اللي نضلنا عليه تحقق في هذا النظام الأساسي اتلاقينا اليوم لأنه باش الرسم واحد لأفق ديال النظام باش كذلك نجودوا هذا الإطار وباش كذلك نطالبوا الوزارة باش أنه تنصفنا في مجموعة ديال المطالب اللي دائما كنا كنا نضلع لها وغنبقاونا نضلع لها دائما في إطار يعني تجويد وفي سالح المدرسة العمومية المغربية وفي سالح المتعلم والمتعلمة ترجمة نانسي قنقر